اشتركوا في القناة 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 الحلبة من الاشب الطبيعية التي لها فاعلية كبيرة في تسكين الكثير من الالم وذلك من خلال طحن حبوبها وغليها في الحليب للحصول على عجين طريا توم يتم وضعها على منطقة الالم لبضع ساعة فهي من الوصفات الطبيعية والطبية التي تساهم بشكل كبير على الحد من الالم عرق النساء التوم يحتوي على خصائص المضاد الحيوي التي تعمل تقليل الالم لمن يعاني من عرق النساء ويتم تحضير ستة فصوص من التوم المهروسة ثم تغلى فيكم من الحليب المخلوط بالماء ثم يترك المزيج على نار هذه الفترة ويشرى مرتين باليوم ومن الممكن اضافة العسل للتحلية فهي من الوصفات الطبيعية التي من الممكن ان تساهم بشكل كبير في الاج مرض عرق النساء وتخفيف الالم العامة الزيوت الطبيعية تساهم بشكل كبير في علاج الكثير من الامراض ومن اهمها زيت الزنجبيل وزيت الزيتون فهي من الزيوت الطبيعية التي لها فاعلة كبيرة جدا في علاج الالتهابات التي من الممكن ان تسبب الالم وهذا بالعمل لتدليق المنطقة التي تتعرض الى الالم بزيت الزنجبيل المخلوط مع زيت الزيتون وهذه الوصفة من الممكن استخدامها مرتين باليوم لانها تساهم في تخفيف الالم وخاصة آلم عرق النساء زهرة العطاس والتي تعرب بالتبغي الجبلي هي عشبة مفيدة في علاج التهاب المفاصل وعرق النساء وآلم الظهر فزهرة العطاس مضاد للتهابات ومسكنة أيضا ويتم استخدام زهرة العطاس خارجيا لعلاج العديد من مشاكل العضلات والعظام بما في ذلك التواءات والكدمات والتهاب المفاصل والعضلات بسبب خصائص هذه العشبة المسكنة والمضادة للتهابات تكون مفيدة أيضا في الحد من الأعراض المرتبطة بعرق النساء وإلى هنا مشاهدنا الكرام ينتهي موضوع حلقتنا هذا اليوم نشكركم على حس المتابعة وإلى اللقاء